مرحبا جميعا في هذه المحاضرة سنتحدث عن ستكون هذه المحاضرة على جزئين على فيديوهين لأنها طويلة جدا على أن تكون بفيديو واحد وسأحاول من الأنفصاعدا كما لاحظتم أن أتحدث باللغة العربية الفصحة وذلك يتاح للدول العربية الباقية غير العراق أن تنتفع من هذه المحاضرة وأن لا يكون هناك عائق اللهجة ننتقل إلى الفيديو هذه هي الـ Intended Learning Objectives أو الـ ILOs سنتطرق في هذه المحاضرة إلى 15 ILO ومثل ما قلت أن المحاضرة ستقسم إلى جزئين الجزء الأول سيكون عبارة عن Overview أبسط ILO وسيكون لدي Principles of Fractures وسيكون عبارة عن Surgery Lesson وإن شاء الله في الجزء القادم الذي سيكون الجزء الثاني سنكمل باقي المواضيع ننتقل إلى المحاضرة أول ILO وأبسطهن وهو هو الـ Overview يعني أغلب الإصابات التي قد تصيب اللورلم ستكون في الـ اللق والفوت وسيكون هناك ثلاثة بالمئة فقط من الإصابات قد تصيب الـ Hips Second ILO سيكون عبارة عن Principles of Fractures والذي سيكون عبارة عن Surgery Lesson عبارة عن درس مصغر من الجراحة هذا هو المصدر المستخدم لهذا الجزء من هذه المحاضرة أما ما تبقى من هذه المحاضرة فهو من More حسرا الآن في هذا الـ ILO أو هذا الجزء من المحاضرة سيتم تقسيمه إلى ILOs أيضا سيكون لدي Overview Fracture Due to Injuries Fatigue or Stress Fractures وسيكون لدي Pathological Fractures Skin and Fractures مع علاقة الـ Skin مع الفرactures وأيضا سيكون لدي Types of Fractures وأخيرا A Fractures Displacement الآن أول أول موضوع لهذا الـ ILO الكبير سيكون عبارة عن Overview في هذا الـ Overview أو في هذا الجزء أريد أن أتعرف عن ما هو تعريف الفرacture وسأنوه على نقطة مهمة جدا في هذه المحاضرة ليس من المطلوب أو ليس المطلوب هو حفظ هذه المصطلحات أنا مجرد من هذه المحاضرة أريدك أن تفهم الحفظ مهم ولكن ليس أهم شيء الأهم أنك تفهم تفهم ما معنى Fracture تفهم ما هي تصنيف الفرactures كيف أعمل Classification للفرactures ما هو الـ Impact مثلا ما هو مثلا أن يكون لدي Transversal Fracture ما معنى هذه المصطلحات لأننا سنستخدمها في هذه المحاضرة بكثرة Definition أو تعريف الفرacture في كل condition في كل pathological condition أو في كل مرض معين pathology يجب علينا أن نهتم أولا في تعريف هذا المرض ببساطة تعريف هذا المرض أو تعريف هذه الحالة تعريف هذا الـ Condition تعريف هذا الباثولوجي هذه الكيس ما هي يجب علينا أولا أن نهتم بالتعريف هو أول مدخل لدراسة أي abnormalities أو أي injuries أي pathology وهكذا Fracture is a disruption Disruption تعني خلل أو اختلال of the normal architecture of a bone or of bone or of the bone الآن الأركيتكتر normal architecture هذا البون مثل ما نلاحظ هذه العظمة هذه في صورتها الطبيعية هذا normal architecture للفيمر حينما يحصل لديه هذا الشيء فمعناتها أنها لم تعد لم تعد في normal architecture لها وسيكون هناك abnormal architecture لهذا العظم فهذا معنات أو هذا معنى الفركتر هذا هو تعريف الفركتر الآن الفركتر result from ممكن أن تحصل الفركتر بعدة أسباب أو ممكن أن يكون هناك أدة أسباب لحصول الفركتر أولا الانجريز ممكن أن يحصل لديه إصابة ببساطة أنه ممكن أن أقع مثلا أو ممكن مثلا أن يكون هناك حادث سير ممكن أن يكون طلق نار عيار نار ممكن أن يسبب الكسر أو الفركتر repetitive views أو repetitive stress بمعنى أصح repetitive stress وهو أن أضغط على العظم بشكل مستمر بشكل مستمر لفترات طويلة وسنفهم هذا الموضوع بعد قليل كمصطلح fatigue fracture أيضا لديه pathological fracture أو يكون هناك abnormal weakening of the bone pathological fracture ممكن تحصل بسبب osteoporosis osteoporosis ممكن أن يكون أحد الأسباب التي تؤدي إلى pathological fracture الآن سيكون لدي fractures due to injuries ما هي أو تصنيف بمعنى أصح تصنيف التي قد تحصل بسبب injuries most fractures أغلب الفركترز تحصل لدينا بسبب injuries بسبب إصابة معينة والقليل منها تحصل بسبب repetitive stress أتذر قليل منها تكون بسبب pathological condition فأغلب الفركترز تحصل بسبب injuries most fractures are caused by sudden and excessive force هناك قوة هناك force تؤثر على الأضم مما يؤدي إلى كسر هذا الأضم وهذه القوة قد تكون direct or indirect direct معنى تقوة مباشرة و indirect معنى تقوة غير مباشرة أولا direct force with a direct force the bone breaks at the point of impact at the point of impact the soft tissue أو بمعنى آخر لنفهم هذه النقطة هذه هي force هذه هي القوة ستؤثر بهذه النقطة بهذه النقطة من هذا العظم الذي هو الفيمر فسيحصل لديه الفركتر في هذه النقطة تحديدا بما معنات أن direct force أثرت في هذه النقطة وحصل الكسر لديه في نفس النقطة التي أثرت فيها القوة على هذا العظم مما تسبب إلى كسره فهذا النوع من الفركتر ممكن أن نسميه fracture due to direct force fracture due to direct force وفي هذه الحالة سيكون الدمج للسوفت سيكون التضرر للسوفت للسكن وأيضا المسلز والنيوروبسكور ستركتر وإلى آخره من السوفت سيكون بنفس النقطة التي أثرت فيها القوة أيضا وبمعنى أصح في نفس نقطة الكسر مثل ما نلاحظ هذا هو الدمج للسوفت تيش أما بما يخص الفركتر due to indirect force ففي هذه الحالة سيحصل عندي أو أن البون breaks ينكسر يعني أن الكسر في هذه الحالة يحصل بعيدا عن النقطة التي أثرت فيها القوة فلنفترض أن هذا العظم أثرت عليه قوتين هذه قوة رقب واحد وهذه القوة رقم اثنان فحصل الكسر عندي في هذه النقطة وهي نقطة بعيدة عن مكان تأثير القوة ففي هذه الحالة سأسمي هذا الكسر fracture due to indirect force وسيكون الدمج أو التضرر للسوفت تشيو ليس بالضرورة في نفس نقطة الكسر فسيكون soft tissue damage at the fracture site is not inevitable يعني لن يكون مقتصر فقط أو لن يكون inevitable معناة محتوم لن يكون inevitable لن يكون فقط في النقطة التي حصل فيها الكسر فقد يكون مثل ما نلاحظ تأثير القوة سيكون هنا فبمعناة سيكون تأثير أو الدمج للسوفت تشيو بنفس نقطة القوة بنفس النقطة التي أثرت فيها القوة ولكن أيضا قد يحصل لدي damage في هذه النقطة ولكن ليس بسبب القوة ولكن بسبب العظم نفسه فهذا الجزء من العظم هذا الجزء المكسور قد يكون حاد لدرجة أنه قد يمزق الجلد ويخرج إلى خارج الجسم وسن نتطارق لهذا الشيء بعد قليل الآن نحن تعرفنا على أنواع القوة التي ممكن أن تؤثر على العظم وقد تسبب فيه كسر فلدينا direct و indirect force وقسمنا أيضا الفركترز إلى نوعين fractures due to direct force أو fractures due to indirect force الآن سنقسم الكسر إلى أنواع على حسب اتجاه القوى المؤثرة فسيكون لدي twisting twisting causes twisting معنات أنه يكون لدي قوتين تؤثر بطريقة معاكسة يعني أنك مثلا لا نفرض جدلا أنك أمسكت شيء حش نوعا ما وتعمل twisting تعمل التواء بهذه الطريقة تحرك يديك أو تدور يديك باتجاهين مختلفين الذي يحصل من هذا النوع من الفركتر أو من هذا النوع من القوى سيحصل لدي spiral fracture spiral fracture الآن compression compression القوى اللي هي ستكون ضغط أنا أضغط على العظم في compression سيحصل لدي ممكن أن يحدث لدي و أيضا البندق ولكن compression ليس فقط ممكن أن يحدث أنواع أخرى من الفركتر ولكن أنا أريد فقط أن أتصور مهم جدا أن تتصور أن القوى المؤثرة كيف الثرد وما هو نوع الكسر الذي قد يحدث هذا شيء مهم مثل هذا سيسمى بطر فلاي فرغمينت أو فرغمينت و يحصل لدي في هذه النقطة فيكون لو نلاحظ أنه في ثلاث زوايا مثل ما نلاحظ في هذه الطريقة وهذا يكون بسبب باندينج باندينج معناته أني أثني العظم أثني العظم مثل ما شاهدنا أيضا في المثال الذي المفروض يحصل عندي في هذا المثال الذي كان على ال في هذا المثال يجب أن يحصل لدي تراي أنجولر فركتور لهذا المعنى الآن النوع الأخير أو المثال بمعنى أصح المثال الأخير سيكون لدي تنشن التي هي قوى الشد حينما يكون هناك الشد على العظم ترانسفيرز فركتورز ترانسفيرز فركتور يعني أن الكسر سيكون بطريقة أفقية مثلا ما نلاحظ بهذه الطريقة في بعض محل ترانسفيرز فركتورز فركتورز سنتقترق عليها في الصفحة القادمة أو سلاد القادم ولكن ممكن أن لا يحصل كل هذه الأنواع من الفركتورز ممكن أن القوى ببساطة تؤثر بطريقة فيحصل لدي أفالج أو أفالج فركتورز أو أفالج أو أفالج على سبيل المثال سيكون لدينا هنا مثلا ما نلاحظ هذه عبارة عن هذا هو وهذا السكابيولا هذا جزء من الكتف وهذه الصورة نحن تطرقنا لها في أفالج على ما أعتقد جزء بسيط أو قطعة صغيرة من العظم تتصل فيها قطعة أو يتصل فيها تندن تتصل فيها وتر وتر لعضلة معينة تندن أو لقمت ممكن أن يكون لقمت ممكن أن معناته ترن أوي أو ترن أوي أو أو مثلا ما نلاحظ أنها قطعة لنفترض أنها قطعة كيك مثلا فهنا هذه قطعة الكيك انكسرت مثلا ما نلاحظ انكسرت وانتزعت بالكامل مع جزء من التندن هذه الحالة نسميها avulsion fractures or I can say the bone is avulsed avulsed يعني أنه تعرض لavulsion fractures ملاحظة مهمة the above description applies mainly to the long bones to the long bones يعني أن أغلب الأمور التي ذكرناها سابقا سيتم تطبقها أو تطبق على long bone على العظام الطويلة التي هي عظام مثلا humerus femur tibia fibula وإلى آخرين من هذه العظام هذه تسمى long bone فهذه ال هذا الوصف سيطبق بشكل أساسي على هذه العظام a calcineus canceless canceless bone canceless bone such as a vertebra or calcineus يعني أن العظام التي يكون بداخلها أو بمعنى الصح أنها تكون مكونة بشكل أساسي من spongy bone canceless bone or spongy bone مثال ذلك لا تتعب ذهنك كثيرا مثال ذلك سيكون ال vertebra ففي هذه الحالة في حالة ال vertebra لن يكون هناك نفس الوصف الذي استخدمناه يعني سابقا ل long bone لن يكون هناك نفس الوصف سنقول ببساطة will split or be crushed into an abnormal shape بما معناته أننا لن نستخدم نفس الوصف بالضبط الذي استخدمناه على long bones فلا تعتقد أنه هذا الوصف يطبق على كل أنواع العظام ضعف ذهنك أنه يطبق بشكل أساسي على long bones ومن المؤكد أن تفاصيل أخرى وتفاصيل أكثر بكثير سنتطرق لها في محاضرات السرجري هذه محاضرة بشكل أساسي هي anatomy ولكن لنقول أنها applied anatomy الآن فتيغ أو stress fractures فتيغ fractures تعني هذه فتيغ تحدث في نورمال أو النورمال بون النورمال بون تحصل في أظم طبيعي أظم سليم ليس فيها أي بثولوجي ليس فيها أي مرض معين ليس فيه أي إصابة لا يوجد أي شيء في هذا العظم لا يوجد أي خلل في هذا العظم يحصل فيه fracture ولكن إذا كان لا يوجد هناك خلل فما الذي سبب هذا الكسر أصلا which is subjected سيتأرض to repeated heavy loading مثال ذلك أنه حينما تستخدم حينما تذهب إلى القارة رياضياء الجم وتتمر لفترات طويلة وتتمر تمارين صعبة وتستخدم أوزان كثيرة فممكن أن يحصل لديك كسر ممكن أن يحصل في هذه الحالة كسر ولكن لن يكون الكسر بسبب إصابة معينة بسبب وقوع ثقل مثلا على أحد أطرافك أو وقوع ثقل مثلا أو ببساطة وقوعك أنت أو تعرضك لحادث سير أو إلى آخرين من هذه الأمور حينما تذهب إلى جميع ولكن سيكون ببساطة أنك استخدمت العظم أكثر من الحد الطبيعي أكثر من الحالة الطبيعية فتسببت في كسر هذا العظم ببساطة هذا الشيء يحصل في الأثلتز الذين مرياضيين الدانسرز ويحصل أيضا في المليتاري المليتاري الذي هو الجيش في الجيش قد يتمرنون لفترات طويلة وقد يمارسون ممارسات غير طبيعية صعبة لنا نحن البشر العادي أن نتحمل هذا الشيء فيتعرضون لهذا النوع من الفركتور والذي نسميه فاتيغ فركتور أو سترس فركتور أو فركتور ديوتو ريبيتاتوف سترس الآن سيكون لدي الباثولوجيكال فركتور فركتور سيكون لدي أحد مع نورمال سترس هناك نورمال سترس هناك ضغط طبيعي على هذا العظم ليس هناك ربيتوتوف ليس هناك أبنورمال ليس هناك أكسسيف سترس على هذا العظم وليس هناك أيضا ليس هناك انجري ليس هناك إصابة ليس هناك شيء معين مثل حادث سير مثلا أنه سقوط شيء صلب على أحد أطرافك ليس هناك كل هذه الأمور ليست موجودة مجرد مجرد أن هناك ضعف هناك في العظم نفسه تسبب في هذا الكسر فهذا النوع من الفراكتر نسميه بمعنى آخر مثال هذا النوع من أو مثال على الأمراض التي قد تسبب هذا النوع من الفراكتر يكون لدي سيكون الأستيو بروسز هذا الشخص هنا لديه الأستيو بروسز لو نلاحظ هذا هو الأستيو بروسز العظم النورمال بون يكون شكله بهذه الطريقة ولكن حينما يكون لدي أستيو بروتك بون سيكون لدي بهذه طريقة سيكون فراغات أكثر وبالتالي ستقل صلابة العظم وسيحدث لو نلاحظ هنا أيضا هناك فراغات فيحصل لدي الكسر في هذه النقطة ويكون هذا الشخص يحصل عادة في الكبار السن أو حتى النساء الحوامل فقد يحصل لديهم هذا النوع من الباثولوجي ويؤدي إلى كسر يكون هذا الشخص بحركة طبيعية يقوم بالسير فقط ليس هناك حركة غير طبيعية فأثناء حركته الطبيعية يحصل لديه فركتر بهذه الطريقة هناك نوعين أو هناك حالتين من الفركتر بما يخص أو علاقتين هناك علاقتين للفركتر مع الاسكن العلاقة الأولى حينما يكون لدي سيمبل فركتر أو بمعنى صح يعني أنها بقيت سليمة ليس هناك أي ضرر على الجلد بما معناه أنه حينما يحصل لدي كسر في هذا التبيا والفبيولا وهذا العظم لا يؤثر على السكن تبقى السكن سليمة لا تتأذى ولا تتضرر فنقول على هذا النوع من الفركتر ببساطة سيمبل فركتر أو كلاوزد فركتر أما حينما يكون لدي بهذه الطريقة هذه نسميها compound أو نسمي compound fracture أو open fracture يعني ممكن أن يكون لدي أحد الأضلع ضلع معين يحصل فيه كسر ويدخل إلى داخل ال abdominal cavity فهذه الطريقة أيضا ممكن أن نسميه compound fracture أو ببساطة يحصل لدي fracture هنا في اللق وببساطة هذا التبيا يمزق الجلد ويخرج إلى خارج الجسم ففي هذه الحالة وفي حالة الضلع الربس نسميها compound fracture مجرد أنه يعمل breaching أو cavities is breached مجرد أنه cavities أو ال skin حصل فيها اختراق حصل فيها اختراق وخروج إلى الجانب الآخر فنسمي هذا النوع من الفراختر an open fracture or compound fractures الآن types of fractures كل ما تطرقنا لها كان عبارة عن الأسباب التي قد تسبب الفراختر وصنفنا الفراختر على أساس الأسباب التي أدت إلى هذا إلى هذا النوع من الكسر مثلا كسر معين ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى هذا الكسر فتعرفنا بمعنى أصح تعرفنا على الأسباب التي قد أو تعرفنا على الظروف التي قد تسبب هذا الكسر وتعرفنا أيضا على علاقة الاسكن مع الفراخترز ما هي علاقة الاسكن أو البي مع الفراخترز الآن سنتطرق أو سنقوم بتصنيف الفراخترز إلى مجموعتين سنقسم الفراخترز إلى مجموعتين وذلك لكي يسهل علينا ببساطة أسباب الممارسة مثلا أن تتحدث مع زميلك مثلا في المستشفى تقول له أن لدي complete fracture or incomplete fractures الآن نبدأ أولا في complete fractures سيقسم العظم إلى قسمين سيقسم العظم إلى قسمين أو أكثر بشكل كامل مثلا ما لاحظنا في عظم الفيمر انفصل إلى قسمين لم يعد هناك اتصال بين القطعتين من العظم خلاص فصل العظم إلى قطعتين وأمثلة complete fractures ستكون transverse fractures طبعا هذا هو transverse fracture والعظمتين أو القطعتين منفصلات بالكامل عن بعضهما oblique fractures الذي يحصل أحد أسباب compression فيحصل لدي oblique fracture وأيضا منفصلتين عن بعضهما بشكل كامل spiral fracture الذي يحصل بسبب قوة تؤثر بشكل معاكس twisting force تؤدي إلى spiral fractures أيضا منفصل بشكل كامل وأيضا impacted fractures ببساطة impacted fractures أن العظم حينما يتعرض ل impacted fractures مثلا ما نلاحظ هذا هو الفيمر وتعرض للكسر في femoral neck فأدى هذا إلى قصر العظم نفسه يعني أن impacted fracture هو أن العظم يكسر ويسبب العظم في قصر الليم نفسه قصر الطرف نفسه مثلا نلاحظ أيضا هذا لنفرض أنه حصل كسر هذا تشبيه لهذه النقطة فحصل كسر هنا وبطريقة معينة ضغط العظم ضغط العظم بسبب وزن الجسم فأدى إلى قصر الطرف قصر اللور مثلا هذا أيضا مثال يوضح الموضوع حصل كسر في هذه النقطة وأدى إلى قصر العظم وبالتالي أدى إلى هناك اختلال واضح في حركة هذا الشخص وأيضا اختلال واضح أن هذا الطرف لديه أقصر من الطرف الآخر أقصر من الطرف السليم فهذا ما يطلق على ال impacted fractures أو هذا ما يطلق عليه ال impacted fractures communited fractures تعني أن الأظم يكسر بهذه الطريقة يكسر إلى عدة كسور ولكن مثلا نلاحظ هناك كسور لم تفصل الأظم إلى قطع ولكن هذا النوع من الكسر معرض جدا وإيضا لو نلاحظ أنه ببساطة محتمل أن يكون هناك أي تقلص عضلي مجرد أن تتقلص العضلة أي أضلة تتقلص قد تسبب إلى انفصال هذه القطع أو ببساطة أن هذه القطع تنفصل بسبب الجاذبية ببساطة الجاذبية ممكن أن تفصل هذه القطع فهذه تكون بالحقيقة مكسورة بشكل كامل إلى قطع كثيرة ولكن تبقيت باتصل الاتصال بسيط جدا ممكن أن الجاذبية ممكن أن تفصل هذه القطع كلها عن بعضها البعض وهناك لدي هي segmental fractures الفرق بين commuted fractures و segmental fractures segmental fractures خلص أنه انفصل 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 بشكل كامل مثل ما نلاحظ هذا حصل يعني حصل هناك يكسر بنقطتين وتكون لدي أكثر من قطعة أكثر من قطعتين من العظم هذه قطعة وهذه قطعة وهذه قطعة فهذا نسمي segmental fracture أما بما يخص الانكمبليت Here the bone is incompletely divided and the various tm remains in continuity various tm هو الطبقة وعبارة عن طبقة رقيقة تغلف العظم بالكامل تقريبا تغلف أغلب العظم ويكون عبارة عن طبقة لا ترى بالعين المجردة نحتاج إلى المجهر لرؤية هذه الطبقة هذه الطبقة بالعادة تحتوي على Neurovascular Structures والتي تغذي العظم ويحتاج إليها العظم كي ينمو أو كي يعمل Remodeling Remodeling يعني أنه يستعيد صحته بعد الفركترز ببساطة أو يقوم بالالتئام فيلتأم الفركترز الآن الانكمبليت فركتر لديه عدة أمثل على الانكمبليت فركتر وكلها ستكون خلاف هذا الشيء الآن هذا الشيء أو هذا هو عبارة عن الكمبليت فركتر هذا عبارة عن ترانزفيرس فركتر وفي هذه النقطة سيكون لدي كسر وانفصال بشكل كامل للقطعتين للقطعتين العظم أما بما يخص الانكمبليت فركتر فلن يكون هناك انفصال كامل فهذا الشيء غير موجود في الانكمبليت فركتر وبالمقابل سيكون لدي أدة أمثلة أو مثالين بمعنى أصح Green Stick Fractures Green Stick Fractures ببساطة هو انكسار العظم أو Fractures للبون بنقطة معينة ولكن لا ينفصل جزئي العظم عن بعضهما البعض أو جزئين المكسورين من العظم عن بعضهما البعض ولكن مجرد أن يحصل كسر ويبقى جزء بثمانة لاحظ تخيل أنك تحاول أو تقوم بشق ورقة إلى جزئين ولكنك لا تكمل الشق إلى الآخر فيبقى هناك جزء يصل قطعتي الورقة هذه نفس العملية تحدث هنا ولدي أيضا Buckle of Taurus Fractures أو بمعنى آخر أو بمعنى أصح نحن نتحدث عن Taurus Fractures Taurus Fractures هو عبارة عن كسر العظم ولكن كسر داخلي للعظم ماذا يعني ذلك؟ قبل أن أتعرف على ماذا يعني ذلك دعونا نتطرق لبعض قوانين الفيزياء أو بعض الصفات الفيزيائية للمواد لنأخذ مثلا الحديد الحديد يملك مرونة عالية حيث أنني أستطيع أن أضعج الحديد أستطيع أن أغير شكل لنفترض أن لدي قضيب من الحديد أستطيع تغيير شكله بطرق مختلفة وأصنع منه أشكال مختلفة أنبوة من الحديد أيضا أستطيع تغيير شكلها وأستطيع أن أعمل منها أشياء أخرى فهذا الشيء أو إمكانية حدوث هذا الشيء أو إمكانية لديه إمكانية لعمل هذا الشيء بسبب الإلاستيسيتي للحديد أما مثلا في الزجاج فالزجاج لا يملك إلاستيسيتي لا يملك مرونة وإنما يملك صفة الهشاشة الهشاشة يعني أن الزجاج يكسر بسهولة فحين طيء لوح من الزجاج أو أنبوبة من الزجاج فنلاحظ أنها تكسر بسهولة وهذا بسبب صفة الهشاشة الذي يملكها الزجاج ولا يملك الزجاج صفة المرونة أو الالاستيسيتي هنا العظم حينما نتقدم نحن في العمر مثلا الأطفال يكون لديهم الالاستيسيتي عالية مقارنة بالأدولتس مقارنة بالبالغين فمثلا أنا الالاستيسيتي الآن أقل عندي في عظامي أقل من الالاستيسيتي لأختي الصغيرة وهكذا الحال حينما تقدم العمر فأنا الالاستيسيتي الآن لدي أعلى من الالاستيسيتي لوالدي وبهذه الطريقة فهنا ما يحدث في التورس فركتر أن عظام الأطفال تتعرض لضغط فبدل أن يكسر العظم بالكامل يكسر الأجزاء الداخلية للعظم هنا انكسر العظم من الداخل لهذا السبب اسميته فركتر لهذا السبب أطلقت عليه اسم تورس فركتر ويبقى خارج العظم الذي هو محيط العظم يبقى دون تأثر يبقى دون تأثر فتظهر لدي هذه الطرف وبالتأكيد هذا سيكون هذا سيكون يعني أنه سيضغط وسيقصر طول الطرف فما يحدث بالحقيقة نفترض أن لدي هذا العظم ستكسر الأحشاء الداخلية لهذا العظم لنفترض أن لدي هنا هنا لدي داخل العظم هنا في داخل العظم فستعرض هذه إلى كسور ستعرض إلى كسور كثيرة وبالتالي يؤدي في العظم إلى أن يكون في هذه الصيغة ينكسر داخل العظم فيتوسع خارج العظم مثل ما نلاحظ وهذا الشيء يحصل حينما يضغط العظم وهذا الشيء يحصل في الأطفال بسبب أن الأطفال لديهم إلاستيسيتي عالية عظام الأطفال لديها إلاستيسيتي عالية أما نحن الكبار فحينما أو البالغين فحينما تتعرض عظامنا للكومبريشن سيحصل لدي complete a fracture الآن مثل ما نلاحظ يعني مثل ما قلت يعني مثل ما قلت أن عظام الأطفال لديها إلاستيسيتي أعلى من عظام البالغين green stick fractures occur when the bone is tensed حينما يتعرض البون لتنشن تنشن يعني شد شد أو في بعض الأحيان إلى bending إلى طي ممكن أن يحدث طي للي العظم يسبب لدي green stick fracture وأحيانا بسبب الشد هذه الحالة تحدث عندي green stick fracture وأيضا أما التورس fracture فيحدث مثل ما قلت يحدث حينما يتعرض العظم إلى compression when the bone is compressed the torus fracture occur الآن ننتقل إلى fracture's displacement وهو آخر جزء من هذا الفيديو وآخر جزء من السرجري نسم في بعض الأحيان يحصل هناك displacement لـ fracture وبما معناه أن انفصال وابتعاد القطعتين المكسورتين قطعتين العظم المكسورتين عن بعضهما البعض في بعض الأحيان يكون الكسر في مكان مستقر أو يكون حينما يكسر العظم تكون هناك عضلات muscles تثبت نوعا ما تثبت العظم في مكانه فلا يحصل هناك displacement ولكن ممكن أن يكون هناك حركة خاطئة يمكن أن يكون بالنسبة لنا أنها حركة طبيعية ولكن بالنسبة للعظم المكسور فستكون حركة خاطئة فبالنهاية تنفصل قطعتين أو ينفصل قطعتين العظم عن بعضهما البعض ويحصل لدي fracture displacement أو انفصال القطعتين المكسورتين عن بعضهما البعض ونالك التفاصيل كثيرة حول fracture displacement ولكن سنكتفي فقط في معرفة أو سنكتفي فقط في طرح هذا الموضوع بصورة بسيطة ستكون هذه المعلومات جدا كافية حاليا وان شاء الله بالمستقبل حين دراسة surgery بشكل تفصيلي أكثر سنتطرق لكل هذه المواضع بشكل تفصيلي أكثر هذه fracture displacement تحصل في complete fracture ولا تحصل في incomplete fracture لأن ببساطة incomplete fracture هو لم يحصل كسر بشكل كامل لذا فإنه لا يوجد هناك displacement لا يوجد هناك احتمال لحدوث displacement إلا إذا انفصل العظم بشكل كامل فهذا fracture displacement سيحصل partly by the force of the injury سيحصل جزء يعني سيكون جزء من السبب هو injury نفسها في حين تأرض لحادث سير ويكون هناك fracture فيها العظم فمن المحتمل جدا أن الإصابة نفسها تسبب كسر للعظم وتسبب أيضا displacement لهذا العظم partly أيضا ويمكن أن يحدث بسبب gravity مثلا حينما يتعرض العظم للكسر من المحتمل جدا أن هذا العظم أو أن الجاذبية تجذب قطعة من العظم عن القطعة الأخرى وبالتالي تسبب displacement تسبب تحرك مكان أو تحرك العظم نفسه وبالنهاية انفصال قطعتين العظم عن بعضهما البعض and partly by pull of the muscle أيضا من المحتمل أن المسلز دفسها حينما تعمل contraction فأنها تفصل قطعتين العظم عن بعضها البعض الآن سأشير إلى نقطة أخيرة في هذا الموضوع حينما يحصل لدي a fractures displacement أحيانا أحتاج إلى عملية جراحية وليست مجرد إلى عمل جبيرة للعظم المكسور لكي يلتأم أحيانا أحتاج إلى عملية جراحية وأحيانا أحتاج إلى تثبيت العظم بطرق مختلفة أحيانا أحتاج إلى إدخال معدن داخل القطعة الأولى وأقوم بربطها من خلال هذا المعدن بقطعة أخرى بهذه الطريقة فيكون هناك حاجة إلى أن يكون هناك عملية جراحية لكي يستطيع قطعتين العظم أن يعاد اتصالها ومن ثم يكون هناك remodeling وإلى هنا انتهى الفيديو أتمنى أن تكونوا قد استفدتم بشكل جيد من هذا الفيديو وإذا كانت الفائدة تكفي لكي تضع لايك وتعمل اشتراك إذا لم تكن مشترك وتعمل شير تعمل مشاركة لهذا الفيديو كي انتفى أكبر عدد من الطلاب نلتقي بفيديو آخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة